السلام عليكم أهلا بكم أحبة الصغار في حلقة جديدة وقصة مفيدة من حكايات تيتا أنا تيتا أمل وسوف أقرأ لكم اليوم قصة لطيفة تعلمنا أهمية المشاركة مع الأصدقاء القصة بعنوان الزحلوقة وهي بقلم عبير الطاهر هل أنتم مستعدون؟ نعم هيا إلى القصة تسلق عنتر الزحلوقة الحمراء عنتر هو فرس النهر ووقف عليها وصرخ هذه الزحلوقة لي لي وحدي ولا أحد يستطيع التزحلق عليها قال نمور وهو النمر الصغير ولكني أريد أن أتزحلق على الزحلوقة أجاب عنتر لا لن تستطيع إنها لي وأنا أخذتها أولا بعد قليل جاء مرعوش مرعوش هو السلحفات الصغيرة عنتر ابتعد أريد أن أتزحلق صرخ عنتر بغضب هذه الزحلوقة لي لي وحدي ولا أحد يستطيع التزحلق عليها أجاب مرعوش الزحلوقة ليست لك إنها لنا جميعا بعد قليل دخلت رندا ووردا ساحة اللعب رندا ووردا هما الزرافتان التوأمان سألت رندا هل الزحلوقة لعنتر وحده؟ طبعا لا ردت ووردا هيا لنذهب ونزحلق لعبتي سوسو عنتر هيا إنزل عن الزحلوقة صاحت رندا مد عنتر لسانه ثم صرخ هذه الزحلوقة ليست للبنات الدلوعات مثلكما بعد قليل جاء فلفول وهو حمار الوحش وبنور وهو الفيل صعد فلفول السلم وصعد بنور خلفه انزل هذه الزحلوقة لي لي وحدي رد فلفول الزحلوقة ليست لك إنها لنا جميعا ولكنني سبقتكم إليها إنها لي هيا افتعدا من هنا وإلا صرخ عنتر خاف فلفول وبنور ونزل ضحك عنتر وقال هذه الزحلوقة ليست للأطفال الصغار مثلكما بعد قليل مل الأولاد من الوقوف حول الزحلوقة فتفرقوا بقي عنتر وحيدا على الزحلوقة أوه مللت قال عنتر في نفسه ولا أحد يريد أن يتزحلك على الزحلوقة وهكذا صارت الزحلوقة له وحده ولكن لماذا يبدو عنتر غير سعيد ما رأيكم يا أصدقاء الصغار هل تعرفون السبب؟ وبسرعة وقف عنتر على الزحلوقة ونادى بصوت عال هاي تعالوا 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 إلى الزحلوقة ولنتزحلق فالزحلوقة للجميع وهنا صرخ كل من نمور ومرعوش ورندة ووردة وفلفول وبنور هاي لقد تعلم عنتر درسا مهما وهو أن المشاركة باللعب مع الأصدقاء يجعلنا نمضي وقتا أكثر فرحا وسعادة فنسعد ونسعد أصدقاءنا أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه القصة أحبتي الصغار كما أعجبت أحفادي شكرا تيتا أمل على هذه القصة الجميلة كانت هذه القصة من منشورات دار الياسمين للنشر والتوزيع أود أن أسألكم أحبة الصغار متى وأين تحبون أن تستمعوا إلى حكايات تيتا؟ أرسلوا لي بالإجابة مسجلة وسوف أحاول أن أذيعها في الحلقات القادمة عندما سألت أحفادي هذا السؤال أجابوني بما يلي متى تحبون أن تستمعوا إلى حكايات تيتا؟ قبل النوم وعندما أتناول طعامي أنا أحب أن أسمع حكايات تيتا في السيارة وأنا ذاهبة لمدرستي وقبل أن أنهي هذه الحلقة أحبة الصغار ومستمعي الكرام أود أن أذكركم بالاستبيان سوف تجدون الرابط في أسفل الحلقة أتمنى أن تشتركوا في الاستبيان قبل نهاية شهر يناير وسوف نقوم بعمل قرعة لاختيار ثلاثة فائزين ليحصلوا على مجموعة من القصص التي قرأتها في المدونة ولا تنسوا أن تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام أرسلوا لي بمراحظاتكم على البريد الإلكتروني storytimewithtata at gmail.com وإلى أن نلتقي أحبة الصغار في حلقة جديدة وقصة مفيدة أنا تيتا أمل أقول لكم في رعاية الله اشتركوا في القناة